بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا رب إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا وشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيها المشاهدات طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا لنواصل الحديث عما بدناه من شرح في موطأ إمامنا مالك رحمه الله واليوم مع كتاب آخر هو كتاب السلام والمقصود بالسلام أي التحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا اختار الله سبحانه وتعالى للمسلمين تحية هي السلام ومعناها الدعوة بالسلامة من الأفات عندما تقول لأخيك المسلم السلام عليك أي سلمك الله من كل أذى ومن كل مكروه وأنا أيضا ستلقى مني السلام فلا إذاية تصدر مني نحوك أنا أسلم عليك السلام والسلام هو اسم دار الجنة دار القرار لهم دار السلام عند ربهم والسلام هو تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام وليلة القدر فضلت على سائر الليالي لأنها ليلة سلام سلام هي حتى مطلع الفجر وهذا بنزول الملائكة الكرام على رأسهم آمين الوحي جبريل عليه السلام والسلام من شعائر الإسلام وإلقاؤه سنة مؤكدة ورده فرض ذكر الإمام رحمه الله تعالى أولا باب العمل في السلام عن زيد بن أسلم تابع المشهور شيخ إمامنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وهذا الحديث قال فيه عن زيد بن أسلم وزيد بن أسلم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل باتفاق الروات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الماشي أو يسلم الراكب على الماشي لأنه في مرتبة أعلى فيطلب منه شيء من التواضع فالأولى أن يأتي منه السلام حتى يتواضع لأخه الماشي وكذلك الماشي يسلم على القاعد يعني الذي يكون ماشيا يكون في أعلى رتبة كذلك فيطلب منه أيضا أن يسلم على أخيه إظهارا للتواضع له فالسلام يعني فيه رسائل كثيرة جدا منها إشعار الآخي الذي نسلم عليه بأننا نسلمه من الأذى وأننا نؤمنه من كل إذاية وأيضا فيه التواضع للمسلمين وورد أيضا أن القليل أو الكثير يسلم أو القليل يسلم على الكثير في حديث مسلم الذي رواه مسلم أيضا هنا ذكر وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم إذا سلم الواحد يجزئ وكذلك إذا رد لأن هذا من فروض الكفاية فلا يطلب من الجميع ولكن لو ردوا لا بأس لكن يجزئ عنهم أن يرد واحد وذكر أيضا عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمر بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال بن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا قالوا هذا اليماني الذي يخشاك فعرفوه إياه قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة قال يحيى سئل مالك هل يسلم عن المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك نذكر من الأحكام أولا أن التحية يقتصر فيها غاية ما فيها أن تنتهي عند البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركته ولا يزيد على ذلك لأنه لو زاد يكون قد أحرج يعني الذي يرد عليه بماذا يرد لأن المسلام أمرنا أن نرد التحية أولا أن نحي بأحسن منها أو أن نردها على الأقل فالذي تقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يشتهد يعني في أن يقول أحسن منها فلهذا الشرع جعلها إلى هذا الحد حتى لا يحرج الناس ولا يطول عليهم فلو قال الإنسان السلام عليكم يحصل له من الأجر عشر حسنات ولو زاد السلام عليكم ورحمة الله يحصل له عشرون حسنا ولو زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه ينال ثلاثا ثلاثين حسنة نعم وكذلك الرد ينبغي للإنسان أن يحيي بأحسن مما حي كما قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إذا قال لك السلام عليك قل له عليك السلام ورحمة الله وإن زدت فهو أفضل ورحمة الله وبركاته لو قال لك السلام عليك أم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثبت أن النبي عليه الصلاة قال لمن قال له ذلك قال وعليك فبين له وعليكم فقال له بعد ذلك مبين لماذا قال له ذلك أنك لم تترك لنا يعني أتيت بكل ما ينبغي من التحية فردنا عليك مثلها نعم ثم ذكر إمامنا مالك رحمه الله أو سئل هل يسلم الرجل على المرأة هنا فصل إمامنا مالك رحمه الله بين المرأة العجوز التي لا إربى للرجال فيها والمرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة فالمدار على خوف الفتنة فإذا كان المرأة لا يخاف من إلقاء السلام عليها الفتنة فلا بأس أن يلقي عليه السلام ومن باب أولى إذا كنا نساء متعدد إذا كنا نساء متعددات مجتمعات فيسلم عليهم الرجل ويسلم عليهم الرجال نعم وقد ثابت أن الصحابة كانوا بعدما يخرجون بعض الصحابة عندما يخرجون من الجمعة يأتون امرأة كانت تطبخ لهم طبيخا يأتونها كل جمعة لأجل ذلك يسلمون عليها وتقدم لهم ذلك الطعام وهذا في الصحيحين فهذا يدل على أنه إذا أمنت الفثنة جاز إلقاء السلام من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل كذلك ثم ذكر ما جاء في السلام على اليهود والنصران عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك إذن هذا هو المشروع في الرد على تحية غير المسلم أن تقول وعليك وعليكم وبيّن العلة في ذلك أنهم يدعون على المسلمين بالشر يقولون السام عليكم يعني الموت عليكم قال يحيى فنرد عليهم ويستجاب لنا كما جاء في الحديث ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا قال يحيى وسئل مالك عن من سلم على اليهود أو النصران هل يستقيله ذلك فقال لا يعني إذا سلم عليه ساهيا أو متعمدا هل يستقيله ويطلب منه أرد علي سلام لا قال لا ولكن يستغفر الله تعالى لأنه منهي أن يبدأه بالسلام كما جاء في الأحاديث ولكن الحديث هذا فيه يعني إشكال ذكر بعض الأئمة أنه خاص بأهل كتاب من اليهود في حالة خاصة عندما كانوا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إليهم في خيبر فقال لا تبدأهم بالسلام قالوا لأنه لو بدأهم بالسلام لمعنى ذلك أنهم لا يحاربونهم ولكنهم أخرجوا لمحاربتهم فلم يتناسب إلقاء السلام مع ذلك ثم ذكر إمامنا مالك رحمه الله تعالى باب جامع السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة والشاهد من هذا الحديث أنهم يعني فأقبل أثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يعني إلقاء السلام أيضا يستحب يعني ولو في المسجد إذا وجد الإنسان إنسانا جالسا فليسلم عليه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر فذهبا فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه أو درسه قال لا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وهذا يدلك على فضل مجالس العلم إن الذي يجلس إليها فهو يأو إلى الله تعالى فيأويه الله تعالى غدا في جنته ودار كرامته وأما الآخر فاستحيا أي استحيا من الله سبحانه وتعالى فاستحيا الله منه والجزاء من جنس العمل وأما الآخر فأعرض أعرض عن الله وأدبر فأعرض الله تعالى عنه نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء المعارضين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وإلى لقاء آخر أستودعكم الله وأترككم في رعايته وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة